ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقرر عقده في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر القادم بمشاركة مائة واثنتين منظمة دولية ومحلية من تسع واربعين دولة وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان المخططة العام لمنطقة استضافة المنتدى والموقع العام لمنطقة المعرض التي تتضمن أجنحة الدول والمؤسسات المشاركة ونماذج من الأجنحة الصغيرة بالمعرض